العنوان الرئيسي في صحيفة الشرق الأوسط القطرية أعضاء مجلس الأمن قرار ترامب حول القدس غير منسجم مع قرارات الأمم المتحدة وأشارت أن سفراء السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا نددوا بهذا القرار كما اختارت صحيفة القدس العربية ذات العنوان ميدانيا استعرضت صحيفة الشرق الأوسط هبة فلسطينية عربية نصرة للكدس واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وكالة الأنباء الكويثية تحدثت عن تنديد سفراء مجلس الأمن لقرار ترامب كما نقلت عن أمثل فلسطين لدى الأمم المتحدة مطالبته بالعدول عن قراره صحيفة الوسط مجلس الأمن الدولي متنمر بإسرائيل صحيفة النهار أكدت على أن لبنان توحد حول القدس ومنظلة دعم دولي لاستقراره صحيفة الشرق الأوسط اختارت ما تناولته صحف فرنسية كبيرة التقارب السري بين إسرائيل والسعودية وقدمت قراءة في الأحداث المتعلقة بذلك وأبرزت قضية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل إذن الصحافة العربية العالمية شددت بالأساس على ردود الفعل من قيادة العالم ولكن ليس كل العالم العالم أو العالم الأوروبي أو شعوب عربية أكثر مما شددت على ماذا فعل الزعماء لربما لأنهم ينتظرون هذا المساء ما يسمى بها الكمة العربية على أمل أن تأخذ القيادات العربية اليوم بعض الخطوات بكر هذه التغطية لما يقوله العالم الغربي أن حتى الصحافة العربية العالمية لم تسأل قياداتها ماذا فعلتم إنما نظرت ماذا فعلت أوروبا يعني أنا حسب رأي باستثناء الصحافة اللي يتاب على الأنظمة الصحافة العربية غير راضية عن مواقف القيادة وبدها تتجانب أنه تنتقدها وتتجانب أنه تجيب سيرتها لأنه تجيب سيرتها تنتقدها القيادة العربية إما صامتة أو أنه سلبية فالصحافة العربية ركزت على الشارع العربي لأنه الشارع العربي فعلا غاضب ويمكن هذا الجانب الإيجابي الصغير من قرار ترامب أنه وحد عمليا شوي الشعوب العربية الشعوب لأنه إحنا للأسف الخلافات اللي صارت القضية السورية وباقي القضايا عملت حتى انقسامات للشعوب فوحدت الشعوب وحدت بكافة الطوائف بكافة الفئات الجميع توحد أنه إحنا القدسي قضيتنا الأولى ما عادة بعض الشعوب اللي ما كانش عندها أي رد يعني بالخليج وصان وبنفس الوقت إحنا شفنا أنه في تقدم قضية المصالحة الفلسطينية يعني في هذا الجانب الإيجابي يعني كرد على الأقل يعني يعني كأبعرفش إذا أضعف الإيمان كان رد عليه أنه إحنا نتوحدين يعني فهذا الجانب الإيجابي أما قضية أنه يجيبه يعني يتوجه للزعمة للزعمة العرب ما أعتقدش شفت في بعض الرؤسة العرب الرئيف لبناني كان له تصريح جيد يعني الملك الأردني كان شفت كاتبة على تويتر إيش منيح برضو كان له تصريحات لأنه تنساش أن القدس بشكل أو بآخر هي كانت تحت وصاية الأردن يعني عنده مسؤولية خاصة الأردن نكون الشعب نكون المواطنين الأردنيين نصهم من الفلسطينيين تربك العسية للوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك وهي الأردن التي دائما ترعى كل مسألة الإنفاق على المسجد الأقصى وتحاول دائما أن تبعد السيادة الإسرائيلية المطلقة عنه يعني هل عفونا الصحافة العربية لم تتحدث عن ماذا بعد هذه الخطوة مثلا ماذا عن وصاية الأردن على المسجد الأقصى المبارك وهل ستسمح إسرائيل بأن تكون لدولة أخرى وصاية على قطعة موجودة في قلب عاصمتها ماذا عن المستوطنات التي ستتوسع الآن ماذا معنى هذا القرار لم يحللوا أحد يبدو أنه يتظروا للقمة العربية يتحدثوا بهذه المواضيع بس برضو أغلب الظن أنه بالقمة العربية تطلع بيانات شجب واستنكار ومشاكثر نحن لا نبني كثيرا على القمة العربية ما بعرف ممكن لقدامي يكون الحكي على مثلا ماذا عن الوصاية وعن الوصاية الأردنية للقدس لكن شوفنا بصحف أخرى بصحف الأجنبية أنه ترامب يحضر لأشياء جديدة اللي هي لامتصاص القضب العربي والفلسطيني ممكن يكون كمان تصريح بخص القدس للبلد القديمة أنه يضلها ما بعرف أما يعني ممكن لأيام القادمة تتجيبنا أشياء جديدة نعم باكد أسألك نحن الصحافة لن نبحث فقط عن الموجود إنما نتساءل ما الذي غاب وكنا نتوقع غاب صباح اليوم عن الصحف ومواقع الإنترنت الكبرى العربية العالمية معنوين رئيسية تتحدث عن ثلاث شهداء اليوم فجرا كان في شاهدين في غزة إثر قصف وأمس إثر المواجهات ومنحكي عن أكثر من 300 إصابة والأجواح والأقصى كانت متوترة بعض الفضائيات طبعا أمس تحدثت عن الموضوع ولكن الصحف ومواقع الإنترنت لم تغطي ذلك في عنوين رئيسية هل اعتاد العالم أن يرانا نضرب كفلسطينيين ونستشهد وأصبح هذا ليس خبر كبير ربما أو من جهة ثانية اعتاد العرب على أخبار القتل يعني يوميا في شهداء في عشرات في اليمن العراق السخفة في سوريا وبنفس الوقت يعني بالنسبة لهم حتى الثلاث شهداء مش عنوان ينحطوا الصحر الرئيسي لما بيقاتل كل يوم مية في اليمن هذه الصخرية مؤلمة جدا فعلا طبعا فما بقول بدي أفهمهم بس الإشي متوقع يعني يعني كل يوم بيموت عشرات العرب فليش إذا ما الثلاث يعني ونزاع مستمر منذ السنوات يعني ليش بدي يحكي عنه تنساش أنه كثير صحافة اللي هي معنية ما تصعد الموضوع ما تكبروا لأنه أنظمتها ما بدأ هيك وسمعنا كثير عنها الأمور مبارح بكر الصحافة العربية كلنا أنها تحدثت كما تفضلت بشكل سطحي ولكن عن المواجهات على الأقل لم توطيها الحجم الطبيعي وعتادت أن ترى أنا شهداء وكأن الدم الفلسطيني لم يعني رخيص أو ليس بذات أو بتلك الأهمية السؤال برؤيتك كصحفي وفي الطغط الإعلامي هل المواجهات هي طفرة عابرة أم ستمتد ونحن على أبواب حقبة جديدة من الصراع يأخذ من حالف أولا إحنا إذا لاحظنا على في البداية المواجهات مبارح في القدس حاولت إسرائيل أنه كيف كنا شايفين على الباث المباشر حول القوات الأمن إسرائيلية ما تبدأ المواجهة فورا يمكن أنه ما بدوا يواجه العالم عليهم أكثر والبيان على فكرة كان بيان الجيش الإسرائيلي كان بيان بتقديري مخادع على أقل من حيث الأرقام تحدثوا عن ثلاث ألاف مشارك في أكثر من ثلاثين نقطة وكأنه كل نقطة فاتت عليها فقط يعني مئة مشارك فلسطيني بدهم يساغروا الإشي لأنه مش معنيين يصير تصعيد فلما إسرائيل مش معني يصير تصعيد بقى أفكر ما بصير تصعيد يعني لأنه راح يطلع الشباب يحاولوا يومين ثلاث فبتوقع أنها تهدى بعد يومين ثلاث خصوصا إذا تطلع له شيء قرار أمريكي اليوم أو بكرة بما أنه شفنا أنه فيه متوقع قرار لأمساس الغضب موسيقى